السلام عليكم طلاب الأعزاء كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن الفعل الماضي وقلنا أن الفعل الماضي هو كلمة تدل على حدث في الزمن الماضي أي على كل شيء أو على كل فعل حدثه وانسه أي انتهى حدوثه اليوم سوف نقوم بحل بعض التدريبات وقراءة بعض الأمثلة المتعلقة بالفعل الماضي هل أنتم جاهزون؟ هيا لنبدأ لدينا في المثال الأول شاربة أحمد الحليب أين هو الفعل الماضي في هذه الجملة؟ هو كلمة شاربة لماذا؟ لأنه حدث وانتهى أي شاربة أحمد الحليب حدث هذا الأمر وانتهى لدينا في المثال الثاني رسمت ليلى حصانا لاحظ الكلمة رسمت هو فعل ماضي لماذا؟ لأنه حدث وانتهى لدينا في المثال الآخر نام أحمد جيدا أين هو الفعل الماضي؟ هو كلمة نام لماذا؟ لأنه فعل حدث وانتهى لدينا في المثال الذي ليه أعدت الأم الغداء أعدت هو الفعل الماضي لماذا؟ لأنه فعل حدث وانتهى لدينا أيضا لعبات سارة بالكرة أين هو الفعل الماضي لعبات لماذا؟ لأنه فعل حدث وانتهى لدينا في المثال الأخير سافر أبي مساء سافر هو فعل ماضي لماذا؟ لأنه حدث وانتهى وانتهى إذن شاربة رسمتنا مع عدة لعبات سافر هي أفعال ماضية لماذا؟ لأنها حدثت وانتهت أي حدثت في الزمن الماضي وانتهى حدوثها في الزمن الماضي الآن لننتقل إلى التدريب الأول هل أنتم شاهزون؟ أحسن تام هيا لنبدأ الآن اكتب فعلا ماضيا يعبر عن الصورة انظر إلى الصورة الأولى ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ نشاهد طفل يقرأ إذا قلت لك عبر عن هذه الصورة بفعل ماضي ماذا يمكنك أن تقول لي؟ فكر قليلا قرأ أحسنت قرأ الطفل إذن قرأ فعل ماضي لماذا؟ لأنه شيء حدث وانتهى أي قرأ وانتهى الأمر الآن انظر إلى الصورة الأخرى ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ نشاهد طفل نائم إذا قلت لك عبر عن هذه الصورة بفعل ماضي ماذا يمكنك أن تقول لي؟ نام أحسنت لماذا؟ نام لأنه حدث وانتهى أي حدث النوم وانتهى الأمر إذا ننتقل إلى الصورة الثالثة ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ نشاهد طفل يزاكر إذا قلت لك عبر عن هذه الصورة بفعل ماضي ماذا يمكنك أن تقول؟ ذاكر أحسنت لماذا؟ لأنه حدث وانتهى إذا أمر حدث وانتهى أنظر إلى الصورة التالية نشاهد طفل يسقي إذا قلت لك عبر عن هذه الصورة بفعل ماضي ماذا يمكنك أن تقول؟ فكر قليلا سقى أحسنت سقى الطفل زرع سقى انتهى الأمر سقى وانتهى الأمر انظر إلى الصورة التالية نشاهد في هذه الصورة ماذا نشاهد طفل يأكل إذا قلت لك عبر عن هذه الصورة بفعل ماضي ماذا يمكنك أن تقول لي فكر قليلا أكل أحسنت إذن أكل الطفل أكله هو فعل ماضي حدث وانتهى الآن انظر إلى الصورة الأخرى نشاهد طفل يتحدث إذا قلت لك عبر عن هذه الصورة بفعل ماضي ماذا يمكنك أن تقول لي فكر قليلا أحسنت تحدث إذن تحدث هو فعل ماضي لماذا لأنه حدث وانتهى أي تحدث تحدث الطفل وانتهى الأمر الآن سوف ننتقل إلى تدريب آخر هل أنتم جاهزون؟ حسنت هيا لنبدأ أكمل الجمل التالية بفعل ماضي مناسب لدينا الجملة الأولى روان الدرسة فراغ روان الدرسة ماذا يجب أن نضع فكر قليلا ضع فعل ماضي مناسب لهذه الجملة لدينا فراغ روان الدرسة ماذا يجب أن تضع أحسنت ذاكرت روان الدرسة هل أستطيع أن أقول ذاكر روان الدرسة؟ كلا إذن يجب أن أضيف التاء لماذا؟ لأن روان مؤنث إذن ذاكرت روان الدرسة لدينا في المثال الآخر طارق بالكرة فراغ طارق بالكرة ماذا يجب أن نضع فكر قليلا أحسنت لعب طارق بالكرة إذن لعب طارق بالكرة لدينا في المثال الثالث فراغ ندى ملابس جديدة ماذا يجب أن نضع في هذا الفراغ؟ فراغ ندى ملابس جديدة فكر قليلا ماذا نفعل بالملابس؟ أحسنت لبست ندى ملابس جديدة ولدينا في المثال الأخير نور إلى حديقة الحيواني ماذا يجب أن نضع في الفراغ؟ فراغ نور إلى حديقة الحيواني ضع فعل ماضي مناسب لهذه الجملة فكر قليلا ثم أخبرني أحسنت ذهبت نور إلى حديقة الحيواني الآن كلمة ذاكرت لعب لبست وذهبت هي أفعال ماضية لأنها حدثت وانتهت حدثت وانتهت لننتقل الآن إلى تدريب آخر هيا بنا عبر عن الصورة بجملة بها فعل ماضي ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ نشاهد في الصورة الأولى طفل يسبح إذا قلت لك عبر عن هذه الصورة بفعل ماضي بجملة بها فعل ماضي ماذا يمكنك أن تقول لي؟ فكر قليلا يمكنك أن تقول لي سابح الطفل في الماء أحسنت الآن أنظر إلى الصورة التالية ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ نشاهد الطفل يشاهد التلفاز إذا قلت لك عبر عن هذه الصورة بجملة بها تبدأ بفعل ماضي ماذا يمكنك أن تقول لي؟ فكر قليلا يمكنك أن تقول لي؟ شاهدت ولد التلفاز أحسنت إذا كلمة سبحة وشاهدة هي فعل فعل ماضي لماذا؟ لأنها حدثت وانتهت حدثت وانتهت لننتقل إلى التدريب الأخير لدينا هذا التدريب أكمل يا بطل الجمل بفعل ماضي لدينا الجملة الأولى فراغ أحمد بالكرة الجملة الثانية فراغ ليلة الحصان الجملة الثالثة فراغ الطفل مبكرا الجملة الرابعة فراغ أخي لعبة جديدة الجملة الأخيرة فراغ أم الطعام إذا طلاب الأعزاء هذا كواجب يجب حله في المنزل ضع فعل ماضي مناسب لكل جملة إذا ضع فعل ماضي مناسب لكل جملة إلى هنا طلاب الأعزاء وينتهي درسنا لهذا اليوم الذي كان عبارة عن مراجعة للفعل الماضي أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس جيدا الآن أودعكم طلابي وأتمنى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله بأمان الله وحفظه وإلى اللقاء